فأنا هعتبر إن قيمة خالد عبد الفتاح أو قيمة صفقة خالد عبد الفتاح مش إن هو يجي يلعب باكرايت لأ إن هو يلعب باكرايت يلعب ستوبر لما تلاقيه أو سردباك لما تعوزه ويلعب باكليفت لما تعوزه لما يغيب علي معلول فممكن تعتبرهم تلاتة في واحد مش هقول تلات صفقات أهو عشان ما حدش يقول لي مش عارف إيه تلات لعيبة في واحد زي محمد طاهر طاهر محمد طاهر بيلعب ناحية الشمال بيلعب ناحية المين حسين الشاحات ناحية المين ناحية الشمال نفس الكلام بالنسبة لما جدي أفشا بيلعب في وسط الملعب ستة أو تمانية وكمان بيلعب تحت الرأس حربة فيه برونوس هافيو نفس الكلام فأنت عندك مجموعة اللعيبة اللي تقدر تغير فيها زي ما أنت عايز تغير وتدي فيها اللي أنت تقدر أو أدفع في خالد عبد الفتاح وأدفع في مروان عطية لأنهم بيدوني تلات أربع خمس أماكن كل واحد حلول كتيرة جدا في الملعب ده اللي أنا عايز أوصله يعني فصفقة خالد عبد الفتاح بالنسبة لها صفقة مؤثرة جدا صفقة مروان عطية زي ما حضراتكم شايفين النهاردة الأداء اللي بيؤد بيه مروان كريستو جاي جاي خلال الفترة القادمة وما تنسوش إنه 19 سنة فسنه لسه صغير ولكن أنا بقول لحضراتكم ويعني برضو خدوا مني الكلام وحتشوفوه كمان شهر مش عارف كمان أده إيه لكن حتشوفوه الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هذا اللاعب سيصبح واحد أو مستقبل للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة الفترة القريبة القادمة مش البعيدة يعني عشان ما حدش يقول لي يا عم وإحنا لسه حنستنى لسهنا اللي جاي لا فترة القريبة ولكن ده مش كلامي لأن أنا ما تفرقتش كتير على التمرين خلال الفترة اللي فاتت ولكن ده كلام كل اللاعبين اللي موجودين كلام كل الأجهزة الفنية اللي بتتفرج على كريستو كلام كل الخبراءنا اللي بيبقوا موجودين وإخواتنا في الجامعية العمومية اللي قاعدين بيتفرجوا على التمرين لما بيبقى التمرين مفتوح في مختار التيتش بتوقع تتفرج فإحنا عندنا الجامعية العمومية في النادي الأهلي عندها قدرة أن هي تشوف اللاعبة الكويسين فالناس بتحكيلي وبتقول لي إسلام كريستو ده لعب جامد قوي طب هو ملعبش لين نهارده ملعبش لينه رس صغير قدام وقت وقت قد إيه؟ وقت قريب مش بعيد فاللي بقوله لحضراتكم الحمد لله والشكر لله الأمور ماشية في شكل جيد الفوز النهارده على البنك الأهلي له أهمية كبيرة وده اللي أنا كنت دايما بقوله خلال اليوم من ثلاثة اللي فات